أكد محافظ شبوى عوض بن الوزير دعم السلطة المحلية عمل الأجهزة الغضائية وجهود تطويرها باعتبارها البوابة الأولى والوحيدة للوصول للعدالة وترسيخ أركانها في المجتمع جاء ذلك خلال لقائه رئيس محكمة استيناف المحافظة القاضي عارف عمير وعضويها القاضي مبارك عاطف والقاضي أحمد حبتور ورئيس محكمة عتق القاضي ياسر سيلان وشدد المحافظة على ضرورة استكمال الدراسات الهندسية لمشروعي عادة تأهيل مبنى المحكمة وإنشاء قاعة كبرى لها بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة العدالة والحفاظ على النظام والقانون حضر اللقاء مدير عامل إدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة العميد فؤاد النسي ومدير عامل محاكم شبوه القاضي مبارك الحرملي